دائماً مشاهدين نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر منصات التواصل اجتماعي والرقم الظاهر أسفل الأشاشة اليوم مشاهدين في هذا الفقر راح نتطلقوا إلى موضوع مهم موضوع العلاج بالطاقة لكتير من الناس ما يعرفوش احي نقشو هذا الموضوع ونزعو ستار عنه مع ضيفي لنهار اليوم الأستاذ أحمد عبد الله حضر معايا أبو عبد الله هنا عام حضر معايا من البلاتو صباح الخير أستاذ صباح النور محبابكم محبابي مشاهدينك الكرام محبابي مشاهدينك الكرام ربي نوركم الله يسلمك أستاذ كما اتطرقت في البداية العلاج بالطاقة نعم وشنو هو هذا العلاج طبعا العلاج بالطاقة هو فن جميل لعله من أجمل الفنون اللي العمر التاعه الآن أكثر من أربع لاف سنة أربع لاف سنة يعني هو عمر عريق وضارب في جذور اللي شي اسميه تاريخ وضارب أيضا في جذور الحضارات لأنه موجود في الحضارة الهندية والحضارة الصينية في الحضارة الفرعونية وما قبلهم من سبقت من حضارات فهو وشنو عريق عرق الإنسانية في حذاتها آه هذا العلاج بالطاقة الفلسفة تعه أنه قبل أن تمرض النفس قبل أن يمرض الجسد الفيزيائي يسرق خلل بالطاقة فالخلل الطاقي هو المسؤول عن المرض النفسي كما أنه هو المسؤول عن المرض العضوي وبالتالي ومنها جات فلسفة مئة بالمئة علاج بالطاقة يعني لأنه علاج المسارات اللي موجودة في جسم الإنسان المسارات الأمامية والخلفية وفيها نقاط في تلك المسارات الإبر تروح لتلك النقاط لماذا؟ تغرز الإبر في تلك النقطة من أجل تحريك الطاقة العلاج بالطاقة يعتمد على تحفيز الطاقة إزالة الطاقة واشنوه المحتبسة المحتبسة أو المحتقنة الاحتقن الطاقي أوكي سببه هذا الضغوط على الحياة ربما حتى الأكل غير صحي حتى الصدمة التي يتعرضها الإنسان المخاوث كل هذه الأشياء ماذا تنتج؟ أول حاجة خلل بالطاقي يتحول إلى خلل نفسي يتحول إلى خلل عضوي وبالتالي هذا الفن هو من أجمل الفنون ونقدر نمسوه بعدة وسائل بل هناك عدة مدارس وهناك عدة فنون نحن تحتو عليها أكيد أستاذ لكن الطاقة التي تحدثت عليها هي الطاقة العادية اللي نعرفها كلنا الطاقة اللي نتكلم عليها هي قوة خفية متحركة في جسم الإنسان في تلك المصارات تماما المصارات اللي نشوفها في الإبر الصينية تتحرك الطاقة من تلك المصارات كي الناس ما يعرفوش واشنوهما الإبر الصينية أستاذ نعم كي الناس ما يعرفوش واشنوهما الإبر الصينية طبعاً الآن راي يعالج به في بلادنا وفي طالتها من عاكنون ام يعالجوا به من سنوات عديدة أوكي ام يعالجوا به معروف أوكي ولا الإنسان يدخل مباشرة اليوتيوب يدر الإبر الصينية تخرج الإبر هي إبر دقيقة جداً كانت قديماً من العظم الآن راهم يدروها من المعادن المعادن واشنوه غير مضرة بالجسم دقيقة جداً بحيث تلمس النقطة اللي فيها الاحتباس الطاقي وسبحان الله كل نقاط معينة عندها حتى علاقة مع عضاء معينة أوكي فإذا فلسفة العلاج بالطاقة تقول لك الخلل الطاقي هو سبب المرض فإزالة الخلل هو واشنوه الصحة الآن التعريف السائد للصحة يقول لك هو مش يخلو الجسم من المرض لأنه لا يمكن أن يخلو الجسم من المرض نعم وإنما الصحة واشنوه هي هو التناغم الجسم هذا الحالة الهرمونية اللي يكون فيها جسم الإنسان الوظائف تخدم لا قلت لي الحالة الهرمونية يعني نفهم أنه عندها العلاج بالطاقة عندها علاقة بالهرمون عندها علاقة لا الهرمونية هنو نقصد بها التناغم والتناغم والانسجام أوكي نقصد بها الهرمونات أها نقصد بها واشنوه هذك حالة التناغم اللي يكون فيها جسم الإنسان وتصررنا أحيانا الإنسان يحسرحه كأنه في منتهى السعادة هي هذي حالة من حالات واشنوه تكون فيها الطاقة تستني بحرية وبراحة في جسم الإنسان ومن ذاك العكس والعكس الصحيح إذا صرع احتباس أو خلال نحس الإنسان بيزعادة وفي بعض الأحيان يكون يعني شعور في نفس الوقت نحس بسعادة ونبك نحس بربما الحزن يعني يكونوا مشاعر مختلطة أها علاش لأنه الإنسان حالة الإنسان لا تثبت على حال الإنسان دائما يتنقل من حالة إلى حالة إلى حالة إلى حالة ذلك الخلال اللي يعطيني مرض اللي ينتج مرض أعطيك مثال مثلا لو أنه الإنسان غضوب مثلا يغضب بزاف ويغضب يغضب تسرع أحداث اللي تراكم الغضب عنده أكي أوتوماتيك مو يسرع خلل في ال واش يسميه في الجسم الطاقي قبل لما يسرع الخلل في الكبد ومعروف أي إنسان يمرض الكبد فالمسؤول النفسي اللي هو التاع هو الغضب الغضب مش يدير يدير احتقان في المسارات اللي قريبة من الكبد وبالتالي مرض العضب نعم طيب أستاذ أحمد هل هو بديل للعلاج النفسي؟ أبدا هل العلاج بطاقة بديل للعلاج النفسي؟ أبدا بنتهم تكامل كل أنواع العلاجات لو أن كان العلاج العضوي الكيميائي ولا العلاج النفسي ولا العلاج الطاقي هي بشنو تكمل بعضها تتكامل وهذا هو وضعها الطبيعي أن تتكامل ولا تتصرع آه طيب وشنو الفرق بيناتهم بالك؟ بش نخلو المشاهد يفهم أكثر الفرق بيناتهم أن العلاج بالطاقة أعمق من العلاج بالله أه وأسهل ومتاح وكل إنسان عنده هذه اللمسة الشافية المباركة أي إنسان فينا عنده وبإمكانه أنه يفعلها بتمرين معينة بتدريبات معينة ممكن يفعل طاقة العلاج عنده طبعا إحنا نشوفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عيس وآله وسلم كان يؤمر مثلا الصحابة بوضع يده على موضع المرض أه ولماذا اليد اليمنى تحديدا؟ إحنا في الطاقة هذه نسموها اليد المانحة وهذه اليد شنو؟ العازلة أو الحاجبة اليسرى هي اليد الحاجبة الحاجبة أو العازلة اليمنى هي اليد المانحة 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 اللي تمت منح الطاقة اليمنى فاليمنى نعم لهذا عندما سعد بن أبي وقاص يقول تشكيت بمكة مرضا كذا يهلكني فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بيده الشريفة من على وجهي وصدري يروي الحديث بعد ثلاثين سنة بعد ثلاثين سنة يقول ما زلت أجد بردعة إلى الآن فيما يخالوا إليك بمعنى سيدنا محمد كانت عنده وشنو بركة كبيرة وكانت عنده طاقة رهيبة يعالج بها أيضا نشوفه سيدنا عيسى عليه السلام كان يعالج بها ويعلمها الحواريين وطلقهم في علاش لأنه هذه الطاقة ذاتية من داخلنا رب العالمي دارها في الجسم في الجسم وهذا العلاج بالطاقة ينتمي إلى التشافي الذاتي كيف يؤالج الإنسان نفسه وبنفسه بنفسه نعم أحيانا عندما تنقص الطاقة إلى مستوها المتدني يحتاج إلى مساعدة خارجية يحتاج إلى بكرك أنت الناس تروح عند الناس صالحين تحط لدك على رأسه والله وشنو يبرى من هذا طيب وشنو التفسير يعني النتائج الإيجابية للعلاج بالطاقة تفسيرها هو عندها أثر قوي على الجانب النفسي أوكي بعد إزالة الخلل عندما تسري هذه الطاقة بحرية ونسيابية في جسم الإنسان فيما صارتها العادية يحصل الإنسان شنو براحة وإعادة التوازن إلى الجسم ولهذا قلت لك التعريف الصحيح للصحة هو حالة التوازن والتناغم المرض ليس وإصابة بعض أبعضها المرض هو فقد الإنسان لهذا التناغم فالعلاج بالطاقة يعاوني كيف أعيد التناغم والإنسجام والتناسق للجسم نعم طيب أستاذ كيفاش يكون هذا العلاج بالطاقة وشنوما طرق اللي تستعملوها في هذا العلاج بالطاقة عندنا حد الطرق عندنا مثلا الإبرسينية عندنا مثلا العلاج بريكي اللي يعتمد اعتماد كبير على نزع الطاقة السلبية وشحن الجسم الريكي الريكي نعم وشنوما الريكي أستاذ الريكي هو العلاج بالطاقة اليد بطاقة اليدين كيف يعني بتدريبات معينة يروح عند المريض ينزع الطاقة السلبية ينظف الطاقة المتسخة أوكي ويشحن الشكرات أو بوابة الطاقة إلى الجسم يشحنها بالطاقة عن طريق وشنو وضع اليد أو عن طريق التمرير أو عن طريق حركات دائرية صح كيفاش يجب عليك الطاقة أستاذ؟ ما مفهوم هي موجودة ذاتية عندنا هي ماشي حاجة نحو سأليها برا خليني أقول لك حاجة مثلا يعني أنا أعطيك مثال مثلات ومثال الجسم البشري عنده عدة بوابات للطاقة احنا لسنا خلايا منفصلين على هذا الكون احنا خلايا في هذا الجسد الكوني العملاق اللي هو الكون احنا جزء منه بمعنى كائن عملية تبادل بيننا وبينه مستمرة تبادل طاقي باش نمتصر الطاقة الكونية هذه احنا رب العالمين جهزنا بسبع بوابات الجسم ياخدهم ياخدهم بالطريقة باشنو تلقائيا طريقة باشنو آلية أوتوماتيكية عندنا يعني أي إنسان عنده طاقة؟ أي إنسان عنده هذه البوابات وإي إنسان عنده هذه الطاقة أوكي هذه ليست حكرا على البعض وليست حكرا على الكهنة وليست حكرا على أرباب الفن هذه هي واشنو متاحة احنا بدون شعور عندما يوجع كراسي تلقي حطيت يدك على مكان الألم لماذا؟ ولش يد اليمنى تحديدا حطوها أوكي ولا مثلا إنسان عندما يتفجع في أمر تحطلق المخلوقة حطت يدها على صدرها مباشرة ولماذا الصدر؟ أوكي لأنه مكان المشاعر مكان تجمع الإنفعالات مكان التواصل مع الآخرين جيت القلب يعني جيت القلب نعم الصدر أوكي ولهذا العلاج بالطاقة يقعد علاج مستمر إلى مدام كما قوله الإنسان على ظهر هذا الكوكب اها يعني طلقت لي إلى نوعين ايه هذا ما كان مشكلة؟ العلاج بريكي كان البرانا البرانا برك البرانا هو الاسم الهندي للطاقة الكي هو الاسم الياباني للطاقة التشي هو الاسم الصيني للطاقة المانا هو الاسم الشي يسمي الهنود الحمر للطاقة فهذه الثقافات كلها الثقافات كلها عندها عدة أسماء لمسمى واحد وحنا في ديننا الإسلامي عندنا قاعدة معروفة العبرة بالمسميات لبالأسماء يعني واحد ممكن يعترض علي اسم حرام شعواذة إلى آخره أوكي نحي لي اسم الطاقة وحط لي يعني نطرق لها أكيد أستاذ كم اللي فقط في العلاج الثالث أو نوع الثالث منها عندنا مثلا الصوجوك أو اللي هو تدليك اليدين وهذه الفلسفة أيضا نفس الشي في اليد البشرية موجود كل أعضاء كلها هنا موجود القلب موجود الكبد موجود فتقوم على أساس شنو ما يسمى بالعلاج الإنعكاسي أو الطاقة الإنعكاسية الضغط والتدليك لبعض الأماكن في اليدين يعني مثلا يكون راسي وجعو اللان نعم كان مكان محدد نعم محدد نعم يكون عندك ألم راحة اليد نعم نعم عندنا مثلا تدليك القدمين اللي هو تدليك القدمين أيضا هو فن جميل من فن الطاقة عندنا شي يسمي وه المساج بدون لمس يعني بلا ما يمس القرط فقط يحرك من بعيد أوكي لأنه الآن لو ناخده مثلا تعريف جميل الطاقة نقوله عليها هي مجموعة من الأمواج والذرات تتناغم داخل الجسم وخارجه عندما تتناغم داخل الجسم تعطي لي طاقة حيوية أوكي يعني كفاءة في وظائف الأعضاء الأعضاء التي حكامل تقدم بشكل جيد وعندما تتناغم خارج الجسم نعم فتعطي لي وشنو هالة تعطي لي وشنو ما يسمى بالغلف البشري مثل ما الأخر حنا عندنا الغلف الجوي الأرض عند الغلف الجوي فكل إنسان عنده هذا الغلف نحن نتلقى مع ناس نقوله سبحان الله حل منور هذا اللي بنادم نعم فالهالة تعوين عندما تكون جميلة ومنورة ومتناسقة أو ثميكة أو صافية أوكي فيدل على صحة هذا الإنسان فقبل ما يمرض الإنسان نفسيا أو عضيا تمرض تتعرض هذه الهالة تعوين والآن كأن أجهزة تصوير متطورة تتصور الهالة تعالإنسان ومن خلال تصوير هذه الهالة تعالإنسان وشنو يشخص الحالة تعوين النفسية والحالة الصحية نعم طيب أستاذ وشنو هم الصفات اللي تكون ربما في المدرب الناجح الآن أو الحجة المصداقية أوكي بمعنى أنه يتأكد من المعلومات اللي رح يقدمها للناس يتأكد أيضا من الشي يسميه أنه يكون وتمكن منها أوكي فالمصداقية أساس أي مهنة نعم إيه عندما تكون عندك مصداقية معنتها قوة المعلومة حادثتها حقيقتها أوكي وقوة طرحها لازم لها دراسات عليا لازم لها شنو تدريبات لازم تدريبات جادة ومستمرة يعني الإنسان لازم يكون جاد مع نفسه حتى يستطيع أن يوصل المعلومات إلى إلى الآخرين ويكون متأقن منها المعلومة وبالتالي الفرق بين المدرب الحقيقي أو خلنا نقوله عليها المدرب الفعال وأي مدرب وأنه هذا ياخد نفسه مأخذ الجد يحوس يبحث ينقب على المعلومة يسافر في طلب المعلومة يسقسي نسلي أكثر منه علم يتيقنوا المعلومة قبل ما يمدها لكن أي مدرب ممكن يمد أي شيء نعم أكيد أستاذ طرقت لي إلى موضوع نعم العلاج بالطاقة وتفصلت لي فيه لكن فيه تشابه بين موضوع علاج بالطاقة وقانون الجد طبعا لماذا؟ لأنه المادة واحدة هي الطاقة أحنا دائما نتواصل ألا تلقى زوج من نفس العائلة ونفس الظروف ونفس البلاد أوكي وتلقى إنسان فيهم سعيد وإنسان غير سعيد إنسان دايما يجيب أشياء جميلة لحياته إنسان ما تقول لي ليش البيئة لأن نورة هم عايشين في رأس البيئة ما تقول لي ليش الظروف ما تقول لي ليش تزاير أو عايش في تزاير وفي البلاد على زوج واحد دايما عنده جديد في حياته وعنده عايش بطريقة دائما فيها وفيها تيسير وفيها توسعة ووحد دايما حياته فيها ضنك وفيها التضييق وفيها كل ما في الأمر أنه قا نلجذ بيقول لك واش تمت عودة رجعلك يعني إحنا نرسل الأفكار تعنا عندها ذبذبات أوكي فنحن نستقبل ما نرسله بعواطفنا وبأفكارنا يعودوا لي لنا ولهذا تفائلوا بالخير تجدوا هذه موجودة يعني موجودة من اللي كم يقول لك حلينا عينينا ونسمعوا مالينيها ضرورها أها أنو الخير تلقى الخير صح؟ على قدر نواياكم ترزقون أها صح ولا لا؟ صح وبالتالي النية قوة مؤثرة وبالتالي دائما الإنسان يدير كم يقولوا الخير في داخله يلقى الخير في العالم الخارجي لأنه هذا الكون عادل جدا وهو فقط يقول لك أنا أرجع لك واش أكتمدلي تمدلي تشاؤم نعود أرجع لك أحداث تزيدك تشاؤم تمدلي تفاؤل رب العالمين واشنو يوسع لك في الخير وهكذا حتى كتكون ربما كتكون ماشي مليح ولا تجذب كل الطاقة السلبية لك تزفدها وات ونقولوا عليها هذا أنا هارك حل ونقولوا عليها من اللي خرجنا الصباح وإحنا في المشاكل من اللي خرجنا الصباح أوكي فهي القضية قضية واشنو إرسال واستقبال الإنسان جهاز بث واستقبال كيكون فريق الحالة وش وش يلزم على الإنسان يدار الإنسان الآن يخرج من هذه الحالة عن طريق الاستغفار ياخد نفس عميق يتكاكى يتكاكى يروحه وشان يندير أنا عندنا رب كبير ورب كريم ورب شنو يمد بغيري حساب أوكي فخليني نسقم علاقتي مع رب العالمين خليني نفتح وشنو اتصال حقيقي وقوي مع رب العالمين أستاذ العلاج بالطاقة كين يعني من خلال البحثات اللي قمت بها في هذا الموضوع كين يقولوا أنه تشافي ربما من بعض الأمراض كين حالات يعني تحدثوا عن تجربات تعهم مثلا إمرأة كانت مصابة بالغدة الدرقية فربما تشافت من هذا المرض من خلال العلاج بالطاقة معظم الأمراض خليني نقول معظم الأمراض حتى لا أقول كل الأمراض معظم الأمراض النفسية والأضوية عندها تشافي اسمه بالطاقة خاصة في بدايتها يعني ما تكونش وصلت إلى مراحل متقدمة لأنه يمكن تصل إلى المراحل المتقدمة حتى الطب الحديثي ممكن يعجز هنا بالعكس العلاج بالطاقة ممكن يتدارك المرض قبل أن يتطور يعني بإمكان الإنسان أن يتعالج قبل ما يتحول المرض إلى سرطان فيمنع من تحوله إلى سرطان نعم عن طريقه شنو؟ العلاج ماذا؟ بالطاقة لأنه العلاج بالطاقة هو علاج المشكل في جذوره أمم أوكي؟ لكن الطب يتعامل مع المرض إحنا إذا حبينا نصنفها عندنا أعراض وعندنا أمراض وعندنا أسباب الأمراض أهل من العلاج بالطاقة يعالج الأسباب أسباب النشوء المرض تأخذي مثلا الغدة الطراقية جبتيها كمثال الغدة الطراقية هو إنسان يسمع انتقادات مكبوت يخليه وش يهضر يقدرش يحبر على آراءه أول شي يتضرر هو الغدة الدراقية تعاليه ماذا؟ أمم ضاير علش اسمها الدراقية؟ الدراقية من الدراقة تعالشن الدراقة ليحملها المقاتل باش يبارع على روحه نعم فهي تحكم السيوفان مبارزين يرفضوا هذيك الدراقة فالغدة الدراقية هي تتلقى الشوك تتلقى الكبت واحد مقموع داخل الدار ما يعبرش على آراءه ما يقولش هذيك عجبتني هذيك ما عجبتني هذيك ما ديروا هالي شيء لآخر أي مخنوق مقهور أطواماتيك موتا مرد الغدة الدراقية تعاله فالعلاج بالطاقة يتناول جزئين أول حاجة يزيل الخلل هنا ويدير عمل يتنظيف للشاكر الحلق والشيء الثاني أنه يقولوا لازم تعبر على آراءك تنظيف لي عفوا الأستاذ شكرة شكرة هي بوابة الطاقة إلى الجسم المركز الطاقي يسموها يعني مقبل أنا خديد تكلمت على فكرة جميلة وهو أنه احنا خلايا في هذا الكون خلايا في هذا الجسد الكوني العملاق نتبادله طاقيا دائما هذا التبادل الطاقي مع الكون يتم عبر فتاحات أو خلينا نقوله مشنو بوابات عجلات لأن الشكرة تعني البوابة أو العجلة أو الدولاب الشكرة هي كلمة سينسيكريتية قديمة نعم تعني البوابة الطاقة يعني احنا ناخده هذه الطاقة الكونية ويمتصها الجسم عن طريق هذه فكيكون بها خلال شنو؟ تمرد الحلق والحنجرة والغدة الدرقية والبارادرقية وما إله أستاذ الأطيباء ربما مشوفوا فينا الآن كين ربما انتقادات توجه لكم كين انتقادات أطيباء وكين أطيباء رهم يجي يقرأوا عندنا طاقة ويعالجوا بها فهذا يرجع القناعات وتعرف أنت هي أن كل شيء يتعرض للنقد حتى الوحي الوحي الإله وتعرض للنقد والنصر يتنتقده وندخلوا اليوتيوب ولقوا الناس تنتقد في الوحي وتنتقد في السنة وتنتقد في الله فما بلوك بالجهد البشري هو يقعد علم بشري فيها 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 شسمه مؤيده ومعارضه شأنه شأن أي فن من الفن نعم طيب هل علاج بطاقة عنده علاقة ربما بالتنمية الذاتية أكيد يصب في صميم التنمية الذاتية أكيد لأنه إحنانا الآن تكلموا على طاقة جسدية على طاقة روحية على طاقة نفسية على طاقة عقلية أكيد كل حاجرة نديروها يلزم لنا طاقة بشي نديروها حتى حصك كما هذه لو لو لا طاقة ما قدرناش نديروها صح أو لا أكيد نعم الطاقة تعصباح أستاذ طاقة رائعة إن شاء الله نعم أستاذ طيب بما أنك تحدثت على نقاط مهمة من بينها أنه كين انتقادات تجيكم أنه هذا العلم أو هذا العلاج شبيه بالشعوة دا والدجل نعم كيفاش ترد أستاذ طريبا طبعا الانتقادات بدأت مبكرة مهم لأنه إحنا بدنا في هذا الأمر حوالي 2003-2004 يعني مهم حوالي أقرب قرابة العقدين من الزمن مهم نعم 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 فبالتالي كانت الانتقادات مع الأول على أشدها ثم بعد ذلك وشنو وبدأت تنقص وتزيد وتنقص على حسب وشنو الشائع في المجتمع ردنا إن صحت الشي يسمي وهالعبارة ردنا على هؤلاء الناس أنه تجرب هيك ربما نكون نقشك لفترة طويلة ما نخرجوش تتقع تتمسك برأيك ونقع نمسك برأيك فخلينا نجربه جيب حالة مراضية وخلينا نجربه لها أكي فبالتالي التجربة لكن الشي ما يخالفش ما يخالفش الشريعة أستاذ أبدا كيندكات يرى في الشريعة رأينا في نفس المجل كينناس عندهم دكتوراه في الشريعة الإسلامية ويكرهوا هذه تتبع القناعة كيف تنظر إلىها وإحنا عادنا حاجة واسمها في الشريعة الإسلامية تقول لك الحكم على الشيء فرع عن تصوره بمعنى أنا إذا تصورت المسألة تصور خاطئ الحكم تعيش رح يكون خاطئ لكن إذا تصورت المسألة تصور صحيح الحكم تعيش وشنو خلينا نقول لك نجيبها لك من الأخر علم الطاقة لو كن ناخده بالفلسفة البوذية تعه ممكن يتعارض مع ديني لكن كن ناخده تقنية مجردة ما يتعارضش مع ديني كن ناخد له تيكنيك أنا نقعد أنا مسلم لا إلي الله محمد رسول الله نقعد أنا وشنو مسلم عربي جزائري إلى آخره طريبا لأنه عندي الإسلام اللي أتشرف بالانتماء إليه الإسلام اللي ما أتمنى أن أرتقي إلى مستوى نعم أكيد أشرت إلى نقطة مهمة أنه ربما الفلسفة البوذية قلت ليك كين أشياء تتعارض مع الدين أكيد أكيد مؤكد الأمر الديني البوذي أو الطاوي أوكي لو كان ناخده أكيد مؤكد يتعارض مع الدين التاعي وأنا في غنى عنه لأنه عندما هو أرقى يعني لا أستبدل الأدنى للأدنى بالذي هو خير أكيد خلي الإسلام وروح البوذية يعني إطلاقا غبي من الصرف لكن ناخد التقنية لأنه التقنية هي تمرير اليد أنا عندما نمررها على يدي نقدر نحس بذلك الأثر فلهذا نقول له تعالى أنا وياك نجربوا أمر نجيبوا حالة لأنه شفنا في هذه العشرين سنة عدة حالات اللي تعالجت طبعا وكان الحالات اللي استعصت على العلاج وشنو هم أربما الحالات اللي تعرضتوا لها وعالجتوها يعني عالجتها أستاذ طريب يعني أحكي لك على أول حالة وهي اللي شجعتني باش ندخل في هذا المجال ونتعمق فيه وأذكر أنه في السنوات الأولى كنت قرأت أكتر من 150 كتاب في مجال الطاقة 150 كتاب أكتر أكتر ممكن ناي بارك في المجال الطاقة في حال ذاتها سواء كان مؤلفين روسيين والروس أقوياء في هذا المجال أوكي ولا صينيين طبعا كنتم مترجم من قرأهم نعم وكان الناس مترجمين يعني أخصائيين في هذا فكانت أول حالة وهذا الصديق بلك ويسمع فيها دكتا بنت أخته أو وليد أخته عفوا الزوجة تاعه دخلت في أحد الهالة حيستيرية شلت شلل الجسم مع الزيادة يعني مع النفاس أوكي فكان عيط ليها كاكو وقال لي هو على أساس أنه نحوصل لوراقي قلت له خليني نشوفها وكنت أول ما تعرفت على الطاقة تعرفت على الريكي العلاج وشنوبي تمرير اليد ودرت معاه ثلاث ثلاث ساعات في ثلاثة أيام متتالية فاليوم الرابع صباحا يعيط لي زوجها وممكن حتى زوجها ويسمع الآن يقول لي يا أخي أحمد صرت معجزة وطلوه خير قال لي الزوجة ناضت وتحركت ونطقت ودخلت في حالة شلل كل حتى فقدت الكلام وحتى عيناها شخصتان يعني ما ترمش كنت قرب بسبعة كتال فبعد حوالي أسبوع من المعاناة في تلك الثلاثة الثلاثة أيام لأنه كنت نشوف بالاستجابة للجسم تحى يوم بعد يوم واخدت معها في كل يوم فكانت هذه الحادثة اللي بالنسبة لي كانت معجزة إعجاز لكن دوك نقول لكم شيء إعجاز أي إنسان يمتلك هذه الطاقة هي موجودة عنه في الفطرة كما كان مسارات عصبية كان مسارات للدم أو شرايين للدم كان هناك مسارات للطاقة كل ما تكون الطاقة تسري في الجسم بشكل قد ما تعطي لي صحة الجسد وكل ما يصرى فيها احتباس أو احتقان أو ركود أو شيء من هذي القبيل شنو كل ما يصرى فيها مرض نعم يعني دائك بيدك ودواك بيدك أوكي وهذه اللمسة المباركة اللمسة الشافية موجودة عندنا بالفطرة هبا من الخالق العظيم سبحانه وتعالى سبحانه أوكي هذه الأمور لازم تتجرب لكي بزاف ناس كأنت وحدة قرأت عندي تشك في كل أمر لأنا رأي من أقوى المعالجات بالطاقة أوكي لكن كي دخلت دخلت من باب الشك ومن باب الريب ومن باب أوكي فإذا كل فنمين الفنون تلقى معارضيه ومؤيده فقط التجربة هي اللي تخلي الإنسان باشنو يحكم بصدق الشيء أو نعم أستاذ طيب رسالة للمشاهدين ربما كيفش يكتسبوا الطاقة الإيجابية في هذا الصباح آه صباح أول حاجة الطاقة الإيجابية مع صباح نعم يصبح الإنسان هو متفائل آه وأول حاجة يربط اتصال مع رب العالمين سبحانه نعم ويتوكل عليه ويرمي عليه همك كامل وهي بداية يوم جديد وفي كل يوم جديد هي فرصة طبيعية فرصة طيبة باش الإنسان باشنو يستقبل حياة مليئة بالتفاؤل بالأمل وبالإيمان نعم أكيد أستاذ شكرا لك قبل ما تروح فمعانا عدنا فقرة نوستالجي الفقرة اللي حضر معانا دايماً في برنامج صباح الوطنية وحضر اليوم كذلك معانا اللي نشاركو فيها مقاطع موسيقية صغيرة وأفلام قديمة فالأستاذ أحمد وش تحب تسمع موسيقى قديمة والله ما تحضرنيش بسأي حاجة منكم طيبة ما عندك يلا نخلو الاختيار نخللهم اختيار يلا مشاهدين نوحوا نشوفوا الجزء الأول من فقرة نوستالجي وراجعين معكم ربي بارك فيك الهاشمي قروه بي نعم هي نعم أغنيتنا لنهار اليوم مش رأيك أستاذ قلت لي ما تحبش تسمع الغناب بزاف ما عندي حاجة فيه ما عندي حاجة نسمع قرآن بزاف لا هي بارك فيك حاجة جميلة نعم طيب أفلام تشوف ما شي حاجة ما شي حاجة أفلام قديمة هاكا يعني تفكرك في الصغور تفكرك في فترة معينة من حياتك الله يكشف لك ما عندكش أستاذ معليش نوحو يعني اختيارنا نخلوها اختيارنا يلا مشاهدينا نوحو نشوفوا الفقرة أو الجزء الثاني من فقرة نوستالجي وراجعين معكم أكيد إذن أستاذ شكرا لك أعطيك صحة على قدومك معنا قدومك معنا لنهار اليوم والله أنا سعيد بتوجيدي معكم وبمشاركتي معكم في هذه القناة اللي ندعي إن شاء الله ربي ينجحها إن شاء الله يا ربي ومرحبا بك في أي وقت أستاذ ربي نورك تايش شكرا لك بالتوفيق أستاذ شكرا لك